طيب باش مهندس شاف التقرير وشاف الندية الكبيرة بين الفرقتين لا هو الظرف حطك في هذا الموقف هو لعب ما تشاط اكتر منك وستطاع ان يتجاوزها يعني قد تأتيك الفرصة انك ترايح نفسك على حساب ما تشاط ما عرفش ازاي ضعت مننا لكن احنا مازلنا في المنافسة والمنافسة القوية والحزوز القوية لو استطعنا ان نغتانم الفرصة غدا حيبقى حاجة حلوة طيب دايما اللقاءات المؤثرة بالذات في الصراع الصدارة كان بيبقى في الغالب الاهل والزمالك يعني دي قاعدة الدور المصري بقت جديد وطبعا كان بيبقى المباراة مباراة جمهيرية بنسبة بين الفرقتين هذه المرة المنافسة بين منافس جديد بكوالة مختلفة بدوافع مختلفة لا انت خلي بالك وقلير او محدود جدا خلي بالك من السنة اللي فاتت استطاع بيرامد ان يتخطى الزمالك ويبتدي هو المنافس مع النادي الاهل السنة دي النتيجة تأجيلات كتيرة فهو انت اللي بتلاحقه دلوقتي ولكن الزمالك برضو ابتاع ده ده تمرينت النهاردة اه فانت دلوقتي بقى انه سنتين سنائية الاهلي ما بقيتش سنائية الاهلي والزمالك بقيت سنائية الاهلي وبيرامد فلازم ده مؤشر له معنى ولذلك كده لانه بيستغرب جدا طبعا كل واحد حرر من رموز الزمالك اللي بتنادي انقل غير احنا اعمل اللي انت عايزه بس ما تديش الثقافة دي لجمايرك انك تتخلى عن فرقية وتروح وراء ايه فرقية تاني لكن من حقق تشجع اللي انت عايزه طبعا وجمايرك من حقق تشجع اللي ايه عايزه وغالبا في الاحوال الزي دي طالما ان انت شايف ان المنافس بتاعك انت مش هتتمنى لي يعني المكسب المكسب بس المجاهرة بيها شيء وانك انت تبقى طبيعي شيء تاني ايوا المجاهرة بيها دي دخلنا في في انك بتنمي ثقافة مش كويسة لما يخش ما تضمنش عواقبها بين الجميع لا انت بتيجي لحظة بتخش بالمنهج ده اللحظة دي بتنتهي لكن المنهج بيستمر معاك ايوا فالله اعلم هيستخدم الزي ما علينا خلينا بفرقيتنا برضو عشان انا قلت لك مش هنتكلم غير عن نادي الاهل كل الأمنية طبعا لزامالك ان هو يتجاوز الفطرة دي المنافسة تعود الي طبيعتها ولكن ايضا المنافسة دي بتخلي نادي الاهل يا سيدة براهيم ما ينامش ما ينامش اه مايسترخيش انت على الوطر وده بيبقى مقلق ومزعج ولكن مفيد لأن مفيدك شبك بقى في الساحة الافريقية في كأس العالم انت بتروح انت خلاص انت مستنفر مش رايح من عملية فيها استرخاء النادي القلي له مكانة يجب ان يحافظ عليها وسوف يحافظ عليها لكن مثلا انا بقول لناس ما تلتفتوش ليلة المباراة ديانج مش عارف فين ومتلتمائة وخمسين دولار شوف الرقم اعطوا مصاب بالصليبي والنادي اللي خدو مش هيدفع كمان دول اللي لم يكشف عليه طب ما في القايمة بكرة يعني نقول لكم ايه انا اللي حقول اتقوا الله لان اللي بيتقي الله مش محتاج حد يدعوه الى ان يتقي الله هو من الاول ضميره هو اللي حتفليه يعني مسألة انك انت تفرغت انك تصدر التوتر لفريق بدل ما تدعم فريقك دي مش كويس من الاخر كده طيب طاقم حكام اسباني لادارة هذه المباراة بقيادة الحكم الاسباني الاسباني رخص وبيساعده خفير البيرا البيراولا رخص وبيعاونه الفريدو رودريجز مورينو وخورخي بوينو وماتيو والحاكم الرابع فيكتور جارسيا وزيديرو دياز ديميرا على تقنية الفيديو وبساعده ماتيو بوسكيت سفيريرا شوية عزمة البيريولا البيرولا البيريولا الرخص طيب ده طاقم التحكيم الاسباني وده بناء على رغبة وتكلفة النادي الاهلي يعني النادي الاهلي هو اللي تحمل ده لما بعث الاتحاد الكرة انه عايز حكام اجانب لبعض المباراة اللي هو هيحددها كان مطش الزمالك اللي فات اللي زي لم يلعب والاهلي دفع الفلوس وطاقم الاجنابي جي مصر ببهعلا وراح ظر الأهرامات وتفسح وسافر من جير ما يلعب المرة دي تاقم حكام اسباني لإدارة هذه المباراة